حذرت نقابة البيطاريين من سمكة فيها مشكلة ويعني مسممة وأشبه بسمكة المكريل وهل الناس تعرف تفرق بين ده وده مش عارف طب وهي احنا عندنا في مصر أصلا في زراعة لأسماك المكريل برضو نسأل هذا السؤال ده وإزاي يفرق بين السمك اللي هو المفيد والسمك اللي مش مفيد وهل السمك لما بيجي مجمد من مبارا مصر زي سمكة المكريل هل بتفضل قيمته محفوظة فيه أسئلة كثيرة جدا هنسألها لكن نسمحونا نرحب بضفت نقل من ورانا النهاردة الأستاذة الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذة بكلية الطب البطري جامعة القاهرة ومستشار محافظة الفيوم للثروة السمكية أهلا بك يا دكتورة أهلا بك دكتورة هوا إحنا عندنا إحنا السمك المكريل ده بيجي من بره بس كله صح كده طيب أمال إيه حكاية التحذير اللي خاص بنقابة البيطارية يعني الحقيقة أنا مشوفتش أي بيان رسمي لنقابة البيطارية لكن يعني أنا رفضت التعليق قبل كده لأكتر من قناة إخبارية ومواقع إلكترونية لأن الحقيقة لقيت تضارب في الموضوع يعني القصة مختلفة الأراء فيها من نفس الجهة أكتر من رأي ضد بعضهم يعني أول ما طلعت الظاهرة دي بعض الناس قالوا بعض الأطباء البيطريين قالوا أن الأسماك دي بتعيش في القاع فوارد أن هي تكون بتاكل نوع من أنواع التحالب التحالب دي هي اللي تسببت في اللون الأزرق اللي ظهر في أسماك المكريل نفس الجهة رجعت تاني قالت لا دي مادة كابريتات النحاس المفروض أن كابريتات النحاس اللامائية دي لونها أبيض أو مدي على جري يعني رماضي فاتحة لما بتلامس المية بتتحول للون الأزرق واللي تقال أن ده صيد جائر أو صيد بطريقة مخلفة أن الصيادين أو بعض الصيادين بيرموا المادة السامة دي علشان يعني يسهل عليهم صيد الأسرق مش في مصر بقى ده بيجي من آسيا لا هو معنى أني أقول أن السبب المحتمل أنه صيد جائر بمادة كابريتات النحاس يبقى هنا لازم يكون ده محلي لأن بره بره يعني إيش ده هما مش محتاجين حاجة ده الدنيا مليانة لكن بس إحنا في مصر ما عندناش زراعة مكريل صح كده؟ لا لا ما عندناش ليه طبيعة معينة ليه طبيعة معينة فلما بالقراءة والتفحيص لا السمك ده مش في مصر النوع اللي تلاقى فيه اللون الغريب ده مش في مصر يبقى مش هتنفع احتمالية الصيد بكابريتات النحاس طب إحنا عايزين نتكلم عن سمكة المكريل تحديدا وبعدين نتكلم عن الأسماك بشكل عام سمكة المكريل بتيجي من بره مصر فبتيجي مجمدة هل السمكة لما بتيجي مجمدة بتفقد قيمتها الغذائية؟ ولو حركت تكلمين عن سمكة المكريل وأهميتها وقيمتها سمكة المكريل من الأسماك المحتوى الغذائي فيها يعني رائع من وجوده الأوميجا سري والفايتامينز والمينيرالز هي سمكة غنية بالقيمة الغذائية كونها بتيجي مجمدة سواء المكريل أو أي سمك فيها يجي مجمد المفروض أو اللي بيحصل فعليا أن السمك ده أول ما بيتصاد بره وهو على المراكب بيتم تجميده سواء بالنيتروجين بأي طريقة بيتم تجميده وبيتصدر أي لو هو جه بالحالة اللي بييجي فيها وأنا استلمته واشتغلت عليه صح في مطبخي يعني طهيته بطريقة سليمة وصحيحة بيحتفظ بقيمته الغذائية كاملة ما بينتقسش منها حاجة لكن فين بقى الخطورة أو فين أو إمتى تقل القيمة الغذائية أي يا دكتورة وإحنا بنشوف حتى سيدات بسيطة يعني ستة بسيطة بتبقى قاعدة بتبيع المكريل والشمس ضربة في السمكة فهي حتى السمكة مش يعني فقدت تجميده فبتأخذها ستة البيت تقول لك تبحت بخها بكرة فتروح مجمدها تاني فده كده فقدت القيمة آه طبعا وكده كمان بتبقى معرضة لأي عدوة بكتيرية يعني السمكة أما تحط في درد حرارة بتاعت الشمس فترة النهار طويلة كده بقت عرضة للتحلل أو أن الهندلينج بتاعها طريقة التعامل معاها تخليها عرضة للإصابة بكتيرية فإحنا بنحذر سواء مكريل أو غيره أي أسماك أي منتج بروتيني من أصل حيواني تحديدا المفروض أنه هو أخده من جهة موصوق فيها يعني ما اشتريه السمك من باقي جائل ما اشتريه السمك من واحدة ستة زي ما حريك بتقول قاعد على نصية شارع معاها مشانة حتى فيها سمك لا أنا أشتري الأسماك من مكان واضح ومعلن ومراقب يبقى التاجر عارف أنه في أي لحظة يعني عنده تجميد بيجمد عنده تلج على الأقل حطه في الحاجة في مكان مش متعرض للشمس يعني الزب وجايب من مصدر مش ملوس لأنا هعرفها زي دي صعب يا صعب يا دكتورة عرفها إزاي المصدر بتاعي لا السمك اللي مش طازج أو السمك المريض أو السمك اللي جاي من بيئة ملوسة بيتعرف اللي من بيئة ملوسة وهو ناي حضرتك بتعرفه من ريحته إن ريحته السمك كله في ريحة زفارة لكن في ريحة زفارة تفرق عن ريحة زفارة يعني في ريحة زفارة تحس إن هي غير مقبولة ما بتبقاش زفارة قد ما هي بتبقى يعني زي ريحة عفن أو حاجة كده حسب بقى البنكان يعني لو المكان ملوس بصرف صحي هتلاقي الريحة طبعا مش مقبولة مع ما غسلته لو بصرف صناعي بيبان جدا وبيبان أكتر كمان لما للأسد بقى يستوي يعني بيبان أكتر لما يستوي يتقلي أو يتشوي وكتير جدا بنجيب أسماك بعد ما نسويها بتحس فيها ريحة كيميكالز فيها ريحة مادة كيميائية فيها ريحة DDT فيها ريحة مبيدات مش بتظهر قوي غير بعد التسويق فلا بيتعرف طبعا طيب السمك بشكل عام وأنا بشتري إيه اللي أخد بالي منه يعني عناية أخد بالي من إيه تمام الأول المصدر لازم يبقى مصدر موثوق منه ومعلن ومراقب تمام نمرة اتنين كل سمكة ليها مواصفات بمعنى أن سمكة زي سمكة البلط دي مش سمكة منقطة ولا عليها نوقة سودة ولا عليها نوقة بيضة لما السمكة شكلها يبقى مختلف عن الطبيعي دي ما خدهاش يعني سمكة البلط عليها نوقة بيضة عليها نوقة سودة أنا بدي إجزامبل أو مثال بالبلط يبقى أي معالم خارجية على السمكة مغيرة شكلها أولا مش معتادة عليها بلاش دي أستسنيها نمرة اتنين أبتتي أبص على الظواهر اللي باينة قدامي اللي مش محتاجة معمل ولا ميكروسكوب كتير مننا بيفتح الخياشين بتاعة السمك يشوفها لقاها حمرة خلاص السمك ده طازة لا طبعا ده مش كلام سليم السمكة خياشمها مش أي درجة من درجات الحمار يعني فيه الحمار الوردي اللي هو ما بين الرز وبداية الأحمر ده الحلم ده الكويس إنما لو الأحمر ده أحمر قاتم داخل علن بيتي بلاش ده معناه إن فيه احتقان في الخياشين نتيجة مرض معين طبيعي جسم السمكة يعني بفرق كبير حسب نوع السمكة يعني أسماك الموسى الطبيعة بتاعها إن هي عليها كمية مخاط كبيرة جدا لدرجة صعبة تمسكها ده طبيعي أسماك تانية لأ المخاط مش بالدرجة بتاعت سمك الموس لما لاقي المخاط على السمكة كتير قوي ودي مش طبيعتها الخياشين مليانة مخاط لونه متغير السمكة دي مرفوضة أمسك اللحم بتاع السمكة أمسكها في إيدي أغرص صباعي في لحم السمكة لو غرز وساب حفرة ما رجعتش يبقى اللحم ده داخل في تحلل تبقى السمكة دي إما مريضة أو بيتة أو مش محفوظة بشكل كويس وأهملة لأ دي حلوة قوي أملة أتنين وقرب التبوز بالضبط بالضبط كمان العين العين تاعت السمكة لازم تبقى بتلمع ما تبقاش معتمة يعني ما تبقاش مطفية ما تبقاش داخل الجوة كده السمكة بيتة أو مش كويسة تمام الريحة الكلام ده كله كلام ظاهري أمسك السمكة من طرفها من الراس لو احتفظت بباقي جسمها بنسبة بيه رواقف يبقى السمكة دي طازة تمام لو تهدلت من إيدي يبقى السمكة دي داخلها في تحلل مش طازة فيها زواهر مش طازة كان فيه صورة مكريل متقطع ده يعني حريك عايز تقول لنا إيه في الصورة دي حريك في الأول قلت نعرف إزاي المكريل إحنا عندنا في مصر بنستورد المكريل من بلاد كتيرة جدا عشان كده أنا يعني استغربت ورفضت التعليق إن إحنا على طول قلنا السمكة اللي فيها اللون الأزرق المضيق ده السمكة دي جاية من اليابان فربطنا على طول إن اليابان فيها الواقع بتاعة انفجار المفاعل النوع بتاعهم وإنهم صربوا الميا اللي كانت بتحافظ على برودة المفاعل صربوها على الميا المحيطة في اليابان والسمك هنا خد إشعاع واتعامل قصة إحنا شطرين فربط القصص كبيرة جدا بلا سند يعني أنا عايزة أسأل سؤاله وسألته على السوشيال ميديا السمك اللي بان فيه لون أزرق ده منين أني المنطقة حدش يعرف محدش يعرف كم سمكة محدش يعرف مش معقول أنا أكون قاعدة على الفيسبوك حد يبعتلي أنا بيتبعتلي حاجات كتير تخص الأسماك من مواطنين لكن مش مواطن يبعتلي سمكة مصورها أنا معرفش بعدين معلش بعيدا عن فكرة حتى أي حاجة اليابان من الدول راقية جدا في التعامل مش ممكن أبدا تصدر حاجة سيئة يعني اليابان بالذات عندهم ما فيش حاجة في التعامل حتى دول اسمها الضمير بس الناس دي عندها ضمير بقى بتوع اليابان مع احترامي أن الصين بدأت تاخد قرار بأن هي توقف استراد الأسماك من اليابان بعد المية دي ما نزلت ولكن هي وقفت حتى إيه لحد ما يبقى فيه إثبات وتحليل أن الأسماك بتاعة المنطقة دي في اليابان ملوسة إشاعية إنما أعتمد على سمكة أو على حد بعت لي صورة أو فيديو حد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة الدنيا ما تقومش بالطريقة دي بس الماكريل المتقطع دي دكتورة فيه عندنا حضرتك فيه الماكريل أنواع ومن بلاد كتير عشان كده أنا مستغربة ليه قلنا أن السمكة اللي فيها اللون دي من اليابان عشان نربط بقصة الانفجار بتاع المفعل النوع اللي موجود في مصر فيه اللي بنقول عليه الماكريل الأصلي اللي هو كلنا زمان بنقول عليه السمك الروسي أي لأن اللي كان بينقله قسطول روسي فعلا السمك ده بيجي من هولندا بيجي من دول كتيرة جدا اللي هو أنا بتكلم على الأصلي فيه بيجي من أسبانيا فيه بيجي من النرويج فيه بيجي من اليابان فيه بيجي من الصين فالأنواع الكويسة منه هي اللي متقطع قدام حضرتك اللي لحمها أبيض ناقي جدا والسمكة من بره ليها معالم نعرف منها أن ده المكريل الأصلي اللي جاي من هولندا النروغ ودي أحسن أنواع المكريل أما الياباني أو الصيني فدي أنواع شكلها مختلف بيقال عليها مكريل لكن شكلها مختلف جدا لكن لحمها ما بيبقاش أبيض فهتلاقيها متقطعة واخدين فيها شرائح عشان نبين لون اللحم بيبقى أحمر غامق في بعض المناطق بتبقى مسودة داكنة فهنا الأحسن حتى غزائيا كمحتوى غزائي اللي هو المكريل الأصلي اللي هو من نرويج من هولندا ولحمه أبيض وجميل وليه مواصفات خارجية بتميزه لنا في السوق عن الأسباني أو الصيني دكرة دي سمك أو فيها الخيشين بتاعتها شكلها غريب حضرتك بس دي مهمة جدا لتوعية الناس السمك ده سمك بيشترون ناس على أنه سمك المرجان هو مش سمك المرجان هو شكل المرجان ولكن ده نوع آخر من الأسماك موجودة عندنا في البحر الأحمر اسمها اسمك الصرع بنميزها أو المستهلك يبقى واعي وهو بيشتري على أنه مرجان لو فيه خطين صفر بطول السمكة يبقى ده مش سمك مرجان يبقى ده سمك اسمه الصرع 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 يعني لو الطولة عليها ميد سمكة حضرتك هتلاقي حسب الموسم طبعا لكن ممكن تمانين منهم يبقى فيهم المنظر الحقيقة شايفه ده في الخيشين ايه ده ده طفيل الناس بتحس أنه شكله بشع وهو فعلا بشع ومدمر للسروة السمكية ودمر بحيرة قرون من 2014 ولكن غير ضر نهائي بالإنسان يعني غير ضر بصحة الإنسان رغم من شكل الخيشين ده نهائي حنشيله ونغسل السمكة بالطريقة الطبيعية جدا ونكلها عادي جدا ما فيش أي مشكلة منه طب حد بيسأل حضرتك بيقولك النهاردة السمك البولت والبوري بتجاب من حاكتين منصدرين إما من النيل إما النسبة الأكبر من المزارع السمكية هل في فرق بين القيمة الغذائية ما بين المزارع السمكية وما بين السمك اللي بييجي من النيل كقيمة غذائية لأ لأ هو الفرق بين ده وبين ده سمك النيل أو اللي في البيئة المفتوحة بحار أو مياه عزبة ده بيتغذة الغذة بتاع ربنا محدش بيرميله أعلاف محدش بيرميله أدوية محدش بيرميله بيتغذة كده على طبيعته أما سمك المزارع فبيبقى متابع بيبقى فيه كشف دوري عليه لأنه مش من مصلحة صاحب المزرعة أن السمك عنده يبقى مريض فهو أحرص الناس أن السمك تطلع من عنده سليمة تماما صحيح بيدي أعلاف فيها نسبة بروتين حسب احتياج نوع السمك بيبقى فيه فحص دوري بيبقى فيه علاجات لو بدأ يظهر فيه أي حاجة لكن القيمة الغذائية لا ده قيمته الغذائية عالية وده قيمته الغذائية عالية طب فيه سمكة موجودة كده في بعض الأسواق سمكة سودة كده شكلها معرفش الناس برضو يعني يعني تاكل أي حاجة يعني ده سمكة لونها أسود كده مع ده سمك موسى ده سمك موسى ده من أفخم وأغلى أنواع الأسماك ده موجود في البحيرات الشمالية موجود في البحر المتوسط موجود في بحيرة قرون السمك ده غالي جدا على فكرة وفيه ناس يعني مزاجة لأنه ما فيهوش أمعاء يعني يدوب منطقة التجويف البطني قليلة جدا وكل السمك بتاعه ده عبارة عن لحم وهو السلسلة الشوكية في النص وتمام وزي الفل لو برضو يعني عايزين نكلام حركة عن القيمة الغذائية لأسماك بشكل عام وأهميتها وننصح الناس بإيه نهاردة فيما يخص القيمة الغذائية لأسماك بشكل عام تمام الأسماك بروتين حيواني سهل الهضم جدا بدليل أن اللي بيأكل تغدى سمك بعدها بساعتين يقولك أنا جعان فهو بروتين سهل الهضم كمان وجود الأوميجا سري ده مهم جدا يعني حتى في السن الكبير بنقول كده كده المفروض ناخده علشان يعني أمرض الزهايمر وضعف الزاكرة والكلام ده فالسمك غني جدا بالأوميجا سري وقيمة الأوميجا سري بتختلف من نوع سمك لنوع سمك ما نقدرش نقول ده فيه قوي ده فيه أقل حسب النوع وحسب مكان وطريقة تربية السمك السمك نسبة الكوليسترول فيه غير اللحمة وغير اللحمة الحمرة أو اللحمة البيضة فيه نسبة مينيرالز فيه نسبة فيتامينز المهم إن إحنا ما نخليش السمك بالتعامل بتاعنا يفقد هذه القيمة اللي ربنا حططها فيه لما نيجي نقل السمك نقليه بطريقة سليمة لما نيجي نشوي نشوي بطريقة سليمة لما نيجي نخلله للأنواع اللي بتتملح نملحه بطريقة سليمة أولا هنحتفظ بقيمته الغذائية ثانيا هنتلافى وجود أي بكتيريا أو طفيليات موجودة في السمك يعني ما فيه السمكة خالية حضرتك زي ما ما فيهش حيوان خالي تمام أنا بشكرك جدا يا دكتورة نورتينا وبشكرك على كل المعلومات القيمة الأستاذة الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذة بكلية طب بطريقة جامعة القاهرة ومستشار محافظ الفيوم للسر والسماكين نورتينا يا دكتورة شكرا شكرا لحضرتك لسه معاكم وهنخرج للفاصل ونرجع نشوف السوشيال ميديا واللي عملته فينا وأثرت على حياتنا ازاي بعد الفاصل اشتركوا في القناة